من رحم الاحتلال البريطاني ولد تنظيم الاخوان الارهابي وعلى مداري تاريخه كان المطية التي يدخل من خلالها كل من يريد ان يتدخل في شؤون البلاد كان هذا قديما ويظن الاخوان ان يعود من جديد ولكن مع دولة الثلاثين من يونيو التي كشفت كل خائن وكل قاتل لن يعود الارهاب او داعمه مرة اخرى منذ تأسيس الجماعة على يد الارهابي الاول حسن البنة فتحت ابوابها للاحتلال الانجليزي بل تأسست بدعم سخي منه وعلى مداري تاريخها كانت علاقتها مع بريطانيا والولايات المتحدة لا تنتهي سواء علاقات علنية اثناء عام حكمهم الاسود او علاقات سرية طوال تاريخها ومن جديد يحاول التنظيم الارهابي ان يضع له قدما في الادارة الامريكية الجديدة التي اوشكت على تسلم البيت الابيض في محاولة لاعادة التقارب مع ادارة اوباما التي رسمت لها خطة التمكين فيما عرف باحداث الربيع العربي ولكن تحطمت احلامهم على صخرة الشعب والجيش في الثلاثين من يونيو التاريخ السري للعلاقة بين الاخوان والامريكان ممتد وطويل وما يتكشف منه جزء قليل كان البداية لتوليهم الحكم والخيانة للشعب الذي وثق فيهم الرئيس الاخواني محمد مرسي كشف في فيديو مصرب برفقة مرشد جماعة الاخوان الارهابية محمد بديع عن علاقة التنظيم بالادارة الامريكية في عد الرئيس السابق باراك اوباما مضيفا ان محادثات الجماعة مع المسؤولين الامريكيين انذاك تطرقت الى المشاكل الداخلية في مصر وادارة المرحلة الانتقالية مؤكدا انه تم منح الامريكان تطمينات بخصوص علاقات التنظيم باسرائيل وزير الخارجية الامريكي الاسبق جون كيري دافع خلال جلسة استجواب بالكونجرس عن المعزول مرسي وبرر هجومه على اسرائيل مرسي, president مرسي has issued two statements to clarify those comments and we had a group of senators who met with him just the other day who spent a good part of their conversation and relatively heated discussion with him about it but not everything, you know this is always the complication in dealings in the international not everything lends itself to a simple clarity black white this that every time we have critical interests with المتظاهرون الذين حشدهم التنظيم الإرهابي بعد ثورة الثلاثين من يونيو وضياع حلم الإخوان في الاستمرار في الحكم كان جزءا من هتافهم هو المنادات لأمريكا إلى تحريرهم على حد قولهم العلاقة بين الإخوان والأمريكان تحولت إلى شكل علني بعد 2011 فعلى الرغم من تأسيس حزب سياسي للتنظيم الإرهابي لكن السفيرة الأمريكية أن باترسون كانت لقاءاتها مع مرشد التنظيم الإرهابي الذي كان يدير البلاد وقتها وليس الرئيس الإخواني أو الحزب لم تتوقف العلاقات بين الإخوان وأمريكا على لقاء السفيرة فقط بل إن الحزب بقياداته قام بحملة سياسية في واشنطن لتبيض وجه التنظيم وتقديم الولاء لواشنطن ومن خلفها تل أبيب في حملة علاقات عامة كان عنوانها اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا ولكن ما سمعه الأمريكان تحول إلى إرهاب في وجه المصريين عقب ثورة 2013 لا يعرف الإخوان أن قواعد اللعبة السياسية تغيرت ولم تصر مصرك التي كانت في 2011 فهي الآن دولة مؤسسات مستقرة على النواحي كافة تمتلك إرادتها اشتركوا في القناة